طيب عندي ثلاث حاجات عايز اتكلم فيهم هو مباراة طبعا الاهلي ومنتخب السويس وحاجات تانية منتخبنا الولمبي وطبعا تعادلوا النهاردة وتعتبر يعني بداية يعني نتمنى ان شاء الله لان فيه ماتش كمان شوية مالي والجابون نتمنى ان شاء الله ان الماتش ده يكون فيه امور مثلا تكون تساعد منتخبنا ان شاء الله في المباراة القادمة اللي هتقام يوم الاربع القادم في نفس التوقيت امام المنتخب المالي ده برضو الحاجات تانية هتكلم معي حاجات تالتة حقيقة خاصة به نادي الزمالك وموقف سيف فاروق عفر حتى الان تلت حاجات دول ما يمكن اللي هتدي بيهم بعد كين عندنا بعض الاخبار اتكلم على ماتش الاهلي اللي ان هو لسه خلصان منذ قليل والشكل الفني لنادي الاهلي النهاردة عشان بس نتفق نادي الاهلي هو في احسن حالاته ولسه كنت بكلم امبارح على سهولة الفوز بالنسبة لنادي الاهلي في المباراة في الدور الممتاز ما قبل كمان مباراة الودات في النهائي وحتى مباراة حرص الحدود النهاردة ليه قابل صعوبة؟ عايز اقول لكم برضو الكاس طريقة لعبه مختلف الشكله مختلف احنا بنتكلم منتخب اسويس موجود في القسم التاني خلاص يعني حتى ما بعد ما دور المحترفين هيتلعب هو في قسم التاني به وبالتالي بعيد تماما يعني مش موجود حتى في دور المحترفين لو هيتلعب دور المحترفين ولكن هنا فيه مدير فني كابتن ميمي فريد واللعبين الموجودين بيلعبوا النادي الاهلي في نفس الوقت على الجانب الاخر النادي الاهلي يعني بيلعبوا النادي الاهلي يعني حماسة بقى وتسويق وشكل لازم ابن في الشاشة كاحسن واحد في المباراة حاجات كتير جدا بتتحسب لفريق منتخب اسويس اللعيبة وبيعودوا بيجهزوا نفسيهم طبعا قابلها فترة طويلة عشان لقاء زي كده وبالتالي ماتش صعب وماتش كان فعلا يعني كان ممكن يخلص بمفاجأة لو لا الخبرة ما انا بقولك بقى الجانب الاخر النادي الاهلي عنده ثقة انه هو ممكن يفوز في اي وقت عنده ثقة انه ممكن يجيب جول في اي وقت وهو ده اللي حصل حقيقة يعني في كورة النادي الاهلي ضيع ضرب الجزاء على فكرة رمي ربيعة في دقيقة خمسة وخمسين ولكن في دقيقة ستة وتمانين كورة منظمة حسينش هتقدر يحرز هدف الفوز وان كان طبعا هدف كان صعب وفوز كان صعب لكن كان متوقع ان بحجم النادي الاهلي وخروجه من منذ ايام ببطولة افريقيا كده وهو جايبها ومن المغرب برضو بتخلي فيه الثقة واللي اللعبين ان هما في اي وقت هما هيكسبوا حتى لو انت روحت لمنطقة تانية ما بعد نهاية الوقت الاصلي امو كتيرة جدا ممكن تكون في مباراة الكاس لكن في الاخر النادي الاهلي حق المطلوب منه وهو التقاهل لدور الستاشر والفوز بهذا اللقاء عشان كده فكرة الماتش النهارده كل التحقيق والتقدير طبعا ليه منتخب السويس المجهود اللي بازل يحقيق على مدار اللقاء انك بتلاقي بطل افريق وافضل اللعبين الموجودين يعني ما نجي نبص النهارده اه كان فيه بعض الامور اللي ممكن تكون فيها بعض التغييرات بس يعني حتى التغييرات ايه يعني كانوا الشناوي لعب خالي عبدالفتاح لعب بيلعب هو ياسر ابراهيم رمي ربيع محمد هاني قال يود يانج حان دي فاتحي مروان عطية طير محمد طاهر كهرباء حسين الشحات يعني تقريبا هو الفريق الاساسي يعني تغييرات مسلا خالي عبدالفتاح بينزل النهارده مكان معلول ما شاء الله النادي اهلي عنده فرقتين تقال اسماء وفرقتين تقال وبالتالي كل التحيات التقدير طبعا ليه منتخب السويس على يعني تماسكه حتى الدقاق الاخيرة من عمر اللقاء وفوز بقول مهم للنادي الاهلي وتأهل لدور الستاشر في بطولة كأس مصر